وصف مشاركة شعبية واسعة دخل الإضراب العام في العراق يومه الرابع ما أعطى زخما جديدا لثورة تشرين وأحرج للحكومة التي بدت عاجزة عن إيقاف مد تظاهرات أو الحد من اتساع دائرة الإضراب ليصل بها الحال إلى تهديد الداعين إليه بالتعامل معهم وفق قانون الإرهاب سيء الصيد وذلك في معرض ردها على تصاعد زخم الإضرابات الذي يشتاح المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية الأخرى خبراء قانونيون أكدوا أن هذا الخطاب يمثل محاولة لشرعانة عمليات القامع ولعبا على النصوص القانونية لتصبح أدوات بيد الحكومة لضرب المتظاهرين الذين أكدوا أن التهديدات الحكومية لن تنال من عزمتهم وأن عمليات الترويع لن تزيدهم إلا إصرارا على إزاحة هذه السلطة التي باتت تمثل خطر مباشرا على الشعب وهما تجسد واقعا بتدفق الآلاف من الطلاب والمواطنين إلى ساحة التحرير وسط بغداد للانضمام إلى الاعتصامات المستمرة هناك وفي البصرة بدت غالبية مدارس وكليات ودوائر المحافظة مغلقة باستثناء بعض الدوائر الخدمية والصحية فيما جدد أخرون قطع بعض الطرق المؤدية إلى الشركات والحقول النفطية ملوحين بقطع جميع الطرق المؤدية إلى المواقع النفطية إذا لم تتم الاستجابة السريعة لمطالبهم وفي ذيقار وصلت طلبة اعتصامهم في ساحة الحبوب وسط مدينة الناصرية وقال مصدر المحلي إن جميع الكليات والمعاهد والمدارس والمؤسسات الحكومية باستثناء الصحية معطلة للأسبوع الرابع لانطلاق حملة إغلاق الدوائر الحكومية الأمر ذاته حدث في محافظات المثنى وميسان والنجف وبابل وواسط والقادسية حيث تنتشر عبارة مغلق بأمر الشعب على أبنية العديد من المدارس والمؤسسات الحكومية واستعتصامات مستمرة ومسيرات مؤيدة تجوب الشوارع دعما لمطالب الثورة التي بدأ أن نفسها أطول بكثير مما رهنت عليه الطبقة السياسية وأن إصرار المنتفضين ووعيهم قادر على إحباط كل عمليات العنف والمراوغة التي يمارسها النظام ويعود منها خائبا في كل مرة ترجمة نانسي قنقر